وزير الخارجية الأمريكية ماك بومبيو مؤتمرا صحفيا قبل قليل وقال فيه إن سليماني كان مسؤولا عن العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة من واشنطن ينضم إلي عصام عيكريماوي مفد بي بي سي هناك عصام أهلا بك ما هي تفاصيل ما ذكره بومبيو تحديدا بومبيو أشار إلى عدة نقاط أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حقه في آطاء الأمر بتوجيه هذه الضربة وقال إن سليماني لم يكن شخصا يسعى إلى السلام ونفى كما نفى ما قاله رئيس الوزراء إلى راقي عدل عبد المهدي من أن سليماني كان في مهمة وساطة بين السعودية وإيران وقال إن سليماني لم يكن رجلا يسعى للسلام بل أنه ساهم في عدم الاستقرار في المنطقة في أدة مناطق ومنها أفغانستان التي اتهم فيها سليماني بدعم الجماعات المتشددة لولايات المتحدة كانت نبرة خطاب أو تصريحات بومبيو اليوم إرسال أدة رسائل بأدة اتجاهات أيضا حرص على القول إن الولايات المتحدة ستحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأماكن الحضارية والأثرية في إشارة إلى الجدل الذي أثير بعد تصريح رئيس ترمب الذي قال فيه إن أمريكا ستستهدف هذه الأماكن الحضارية والثقافية والتراثية في إيران أيضا تحدث عن الجهود التي تبدلها الولايات المتحدة مع حلفائها والتنصيق المستمر مع الحلفاء وأيضا هناك إشارات من البنتاجون وزارة الدفاع عن استعدادات حربية أمريكية في المنطقة في قاعدة ديغو جارسية في المحيط الهندي تم وضع طائرات البي 52 على أهبة الاستعداد أيضا هناك استعداد في الولايات المتحدة فإذا الرسائل التي تبعتها أمريكا هي أنها على استعداد للتعامل مع أي تطورات قد تنتج عن تداعيات مقتل السليماني في بغداد الجمال الماضي لكن هل هذا تعارض مع الرسائل الأخرى التي استمعنا عليها أن وزير الخارجية العماني يحمل رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران عن رغبتها في التهدئة لا شك أن هناك اتصالات تجري من وراء الكواليس محمد في عدة اتجاهات مثلا رأينا وزير الخارجية قطري ذهب إلى طهران هناك عدة جهود تبدأ من وراء الكواليس لكن ما يتحدث عنه الأمريكيون هنا وقضية الأمس التسريب أو نشر الرسالة التي قيل أنها كانت قوات الأمريكية تعمل على إرسالها للعراقيين هي مسودة لرسالة حول موضوع الانسحاب أثرت الكثير من الجدل هنا في واشنطن حول ما هي هذه الرسالة وما بدأ أنه تخبط الإدارة الأمريكية قبلها بيوم قال الرئيس ترامب أن أمريكا أنفقت مليارات الدولارات على قاعدة عسكرية ضخمة في العراق وأن على العراقيين أن يدفعوا ثمن هذه القاعدة وهدد بفرض عقوبات عليهم ولكن الرسالة تتحدث عن إعادة تموقع للقوات الأمريكية في العراق هناك اتهامات لهذه الإدارة بأنها تتخبط وأنها تتحدث بأكثر من صوت وهذا ما عبر عن تصريحات وزير الدفاع بالأمس وزير الدفاع الأمريكي الذي نفع أن تكون ألوات المتحدة تخطط للانسحاب من العراق في هذا الوقت عصام عكريماوي موفد بي بي سي إلى واشنطن شكرا جزيلا نشاطنا هذه متواصلة وفيها موسيقى